ما كنا بنقول في المقدمة تسعتاشر سيدة في التشكيل الحكومي الجديد مش جديد الحقيقة على هذه الجمهورية الجديدة ولا على القيادة السياسية هذا الدعم الكبير للمرأة أولاً إزاي رأيتي وجود تسعتاشر سيدة في التشكيل الوزاري الجديد؟ يعني رأيت إن ده منتهى منتهى العقل والفتنة والحب للبلد لأن انت ما تقدرش تحيد نص المجتمع لأن فيه رجل وست ورجل وست من أيام ربنا ما خلق أدم وحوى فمش ممكن يبقى أدم بس الواحد وبيشتغل لازم لتنين ده القانون كده ربنا خلقنا كده إنما جلنا ناس يعني الحقيقة كان عندهمش فكرة عن أي حاجة مش عايز أتكلم يعني في البتاع وقال لك لأ المرأة عورة والمرأة تقعد في البيت والمرأة ما تخرجش والمرأة تضرب والمرأة يعني كانت حاجة غريبة على مصر لأن احنا عندنا ملكات من ألاف السنين يعني مش النهاردة النهاردة احنا عندنا الحمد لله قائد يعني عرف قيمة المرأة وده من حبه المصر لأنه الكفاءات اللي عند النساء ما هو ممكن تطع وتبقى بتتفوق على رجال في مجال معين مثلا أو في حاجة معينة احنا عندنا كام سميرة موسى في يعني كام حد زي يعني درجة إن إسرائيل تطلع تقتلها يعني ما يعني ما حصلش مع راجل مثلا يعني فاللي عايز أقوله إنه ده يعني المعيار هو الكفاءة بغض النظر عن رجل أو سيدة من يصلح يعني بالضبط فأنا نفسي إنه الحمد لله إنه كمان يبقى فيها الترف من المجتمع نفسه بأن هذا القائد كان صائب النظر يعني وكان واخد باله وكان فاهم وهو يعني بيعمل ما يخدم الوطن خد بالك إنه كمان فيه نائبات في البرلمان وفيه في مجلس الشيوخ طبعا يعني ما فيش ما سابش مجال وبعدين إنت النهاردة عندك ما تقفلش مجال على المرأة يعني المرأة لما كانت وزيرة إحنا عندنا كام وزيرة زي الوزيرة هالة السعيد والوزيرة فايزة أبو النجم مثلا يعني فيه نمازج مشرفة وإحنا كنا كده يعني والخياس مع الفارق لأنه الستينات ما كانش فيه عدد كبير كده لكن كان فيه الدكتورة حكمة أبو الزيت كانت مشعة بالعمل بتاعها وبالإتقان وبالزكاء وبكل حاجة حلوة فالنهاردة أنت عندك قيادة تقديرا لدور المرأة اللي هي بتبقى يعني هي اللي بتوجد العيلة يعني وزي ما مر حد قال قال أنت لما بتمحي أمية واحد بتبقى محيت أمية واحد لكن لما تمحي أمية امرأة فأنت بتمحي أمية العيلة كلها أيو يعني فيه حاجات اللي بيفهم بس يعني أنا تخديري أن اللي كانوا ضد المرأة المرأة وضد أنها تشتغل ووصفها في الوصف البشع أن المرأة عورة دور ضد مصر أساساً مش ضد المرأة ضد مصر لأنه كل واحد فيهم بتجاوز خمسين واحدة مثلاً يعني ما فيش يعني طيب الحمد لله الموضوع مش بس يعني تشكيل وزاري أو وجود سيدات فيه آآ يعني مجلس النواب مجلس الشيوخ آآ أو مناصب إلى آخرة ولكن أيضاً فيه تمكين للمرأة يا أستاذة فريدة